اشتركوا في القناة تحتاج بعض الزوجات أن تضع الكفكير على يمينها لأنه سيطرق رؤوس بعض الرجال هل سيطرق هذه الرؤوس أم لن تطرق اليوم حديثنا سيكون ساخن وهام حديثنا سيكون حساس وجريء جدا لنتحدث عن موضوع الخيانة الإلكترونية وهل حقيقة هناك خيانة إلكترونية هل هناك خيانة زوجية أم أنه مصطلح يتم اتهام الزوجات والأزواج به ما حقيقة هذه الخيانة وماذا تفسيرها أثرها النفسي والاجتماعي على الأسرة على البيت على الزوج أو الزوجة وهل يمارس فقط الرجال أم تمارسها النساء وهذه الممارسة الموجودة هل هي ممارسة مرفوضة آثارها التي قد تترتب على بناء الأسرة وبناء البيت وأيضا ما هي الموانع وما هي التحصين وماذا يفعل الزوج أو الزوجة في هذا الموضوع وكيف يمكننا أن نخرج من هذه الخيانة كيف يمكننا أن نبرر للزوج أو للزوجة وهل فيها مسامحة وما يترتب على هذه الخيانة في العلاقة الأسرية كل هذا وأكثر سنخوض فيه في هذه الحلقة الخاصة والهامة من برنامجكم بكل جرأة الخيانة الإلكترونية ما له وما عليها ولكن بعد هذا التقرير فكونوا معنا في ظل التطور التكنولوجي الحاصل وتحول العالم إلى قرية صغيرة تبقى أدوات الاتصال سيف ذو حدين فهناك من يستغلها في الجانب الإيجابي والآخر يسخرها لأهداف سلبية فهناك الخيانة الإلكترونية بين الأزواج والتي بدأت تزداد في السنوات الماضية وتسبب المشاكل وتهدم الأسر والخيانة الإلكترونية متعددة المعاني وبالمفهوم العام هي مخالفة الحق والمواثيق والعهود سرا والخيانة في الزواج بمفهومها المتداول تعني الدخول في علاقة جنسية مع شخص آخر غير الزوج أو الزوجة إلا أن مفهوم الخيانة الزوجية يختلف نسبيا من شخص لآخر فقد ذهبت آراء بعض الشباب إلى أنه لا يشترط وقوع علاقة جنسية مع شخص أجنبي حتى تسمى خيانة زوجية بل يمكن للخيانة أن تتم بعدم غض البصر عن الأجنبي ونظر إليه بشهوة أو مصاحبة فرد من الجنس الآخر وذهبت آراء أخرى إلى أن إفشاء الأسرار التي تقع بين الزوجين تدخل ضمن خيانة الأمانة الزوجية كما أنه يمكن للخيانة أن تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة من هواتف النقالة ومواقع الدردشة والفيسبوك والتويتر التي غالبا ما تركز على مواضيع الجنس والعاطفة وقد يعتبر البعض حديث زوجته ما أحد خارج علمه هو خيانة وقد يعتبر البعض استخدام الزوجة لشبكة الإنترنت دون علمه أيضا هي خيانة والخيانة الإلكترونية تكون باستخدام التكنولوجيا لخيانة الطرف الآخر أهلا بكم من جديد وحديثنا عن الخيانة الإلكترونية وتحديدا في العلاقات الزوجية والتقنية تحدث عن مفهوم الخيانة وتحدث عن أثر هوات وقضايا كثيرة جدا مثارة في هذا الموضوع كما عودتكم أيها الكرام استقبلوا ملاحظاتكم وتعليقاتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بفضاية النجاح وأيضا عبر اتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم الظاهر على الشاشة وسؤالي لكم ما هي حدود الخيانة الزوجية ماذا يفعل الزوج أو الزوجة الذي وقع في هذه الخيانة وما يمكننا أن نفعل لأن نقي مجتمعنا أو بيوتنا من هذه الآفة الخطيرة أو هذا الأمر الخطير حديثنا سيكون عن الخيانة الإلكترونية والزوجية مع ضيفي العزيز والهام في هذه الحلقة والمميزة الدكتور شادي أبو الكباش المحاضر في جامعة النجاح الوطنية قسم علم النفس أهلا بك دكتور شادي وسعد مساك أهلا بك سعد مساك ومسأل المستمعين الكرام كل عامة تبخير وانت بخير دكتور شادي يعني مشاهديننا اليوم بيشوفونا في هالسنة جديدة إن شاء الله كل عام تبخير وكل بيوتنا بخير بدأ نهاد شكلنا في سنة ساخنة إن شاء الله ننهي السنة الساخنية وننطلغ إن شاء الله ننهي على خير أنا مرة أخرى يعني كل عام تبخير وكل مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر صفحات الفيسبوك وأيضا شاشتنا الجميلة دكتور شادي موضوع الخيانة الإلكترونية والتي متعلقة في العلاقات الزوجية أنا بدي أطرح مشهد من نريد أن نحكم على هذا المشهد هل هو خيانة أم مش خيانة زوج بكون جالس مع زوجته وفحده على يمينه عملت له هيك فنجان أهوة بكون جالس فاتح على مواقع السوشال ميديا وبضحك وبفتح تمه كتيره وبضحك وبتناقش مع صبية وبحكي هو إياها وحبيتك ومبسط منك وشكلك كتير حلو وأنت لطيفة جدا وعيونك كتير والله يعني هيك جميلات ومنظرك كتير هيك بيريحني كتير وبتحدث بهذا الشكل نعم وثمش تفحده مع مين تحكي يا أبو فلان لا والله شغل بس يعني سوين لك أهوة وبحكي تتطور طبعا العلاقات فيما بعد بصير يطلب طلبات من هذه الصديقة وهذه الإنسانة اللي بيظل فقط محدودة في ضمن هذا الجهاز الصغير وضمن الحديث المتعلق بحلوة وأمورة وانت حلو وانت حلوة وهذا الشكل الكبير والجميل واللي مرات قد يصل في بعض الأحيان إلى يرسال الصور وتبادل هذه الصور وفي بعض الأحيان قد يصل أكثر شوي جداً إنه بتكون صور خادشة للحياة في بعض الأحيان نعم صحيح لكن ما صار بينه وبينها إشي غير كله حكي كله على الإشي يعني في النهاية منسكرها الجهاز وخلصت القصة بسير هل هذا خيان إلكترونية أم هذا دردشات والله بعفي عنها طيب جميل هذا هي الحالة من المحكم عليها دردش لأنه موضوع نعم اليوم إحنا في ورطة صعبة جداً في مجتمعنا بالضبط لازم نكون حذرين في التعريف وفي الحديث عن هذه القضايا طيب بداية أنا يعني تقريرك كثير كان رأي يعطيك ألف عافية يعني هو وضح طبيعة الخيانة بشكل عامل على الخيانة الزوجية وتطرق لتفريق بسيط ما بين الخيانة الزوجية الخيانة المرتبطة بممارسة جنس مع طرف غريب أو أجنبي حسب ما سمع التقرير أو الخيانة المرتبطة بمجرد الحديث مع طرف آخر طرف ثالث وكيف يراها الزوج خيانة تراها الزوج خيانة وللحديث أو الحديث يطول في هذا الموضوع عودة للسيناريو أو المشهد اللي أنت عرضته طبعا هذا مشهد بجينا كتير ناس بيسألون عن هذا الموضوع هل هي خيانة؟ الخيانة حسب مفاهيم الناس في المجتمعات يعني على الأقل المحيطة أنه لازم يكون فيه علاقة جنسية في ممارسة جنسية أو يسميه خائن وبالتالي يعتبر خائن وإن كان هذا ممكن حكم يسبق ما بعرف هل هذا الكلام المجرد دردشة أو مجرد كلام يعني خلال نحكي بفضاء إلكتروني معين بانتهي بانتهاء أو بإغلاق صفحة أو بإغلاق موقع دردشة وبالتالي هو لا يعتبر خيانة لأنه ما يعني فيه خلال نحكي عناصر للخيانة أو فيه قوائم معينة ما تمت كلها بجزء أن حكيت كلمة تحت الهواء ما بعرفش بقدر أحكيها مرة تانية ولا لأ أنه أي شيء لازم أنا أحكي لزوجتي بحكي لواحدة تانية هو خيانة خيانة نعم أي شيء تعرفت لو نيجي من الأول فضل الزواج على إيش قائم على علاقة وثقة وحب احترام وحب متبادل وألفة وتفاهم ومشاركة وحالة من الشراكة أو مؤسسة بين طرفين بتشاركوا فيها من أبسط الأشياء الأكثرها تعقيدا المرتبطة بأنه كل شخص يجد الأمان مع الشخص الآخر يعني بلاقي الشخص يعني بقدر يحط يعني راسه على كتفه بآخر الليل ويحكي له همومه ويشكيله عن مشاكله فهذا هو دور الزوجة أو دور الزوج نعم هذا الطبيعي في الزواج حتى يتم الزواج بشكله الطبيعي أو شكله الصحيح والناجح ولكن إذا افترضنا أنه أحد هاي العناصر توفرت مع شخص آخر وأشبعت مع شخص آخر طرف ثالث غير الطرفين يعني لقيت أنا شخص آخر ألقي برأسه على كتفه زوجتان أو زوجتان أو زوجتان أو زوجتان أو زوجتان وأنا بحكي بصفة العموم وليس بصفة التذكير أو التأنيث فقط نعم أنه لقيت أنا طرف ثاني أو هو أو طرف شخص آخر ذكرا وكان عم أنثى وألقيت برأسه على كتفه وحكيت له مشكلاتي فبالتالي هنا إجا شخص ثالث دخل ضمن العلاقة ولعب دور أحد الطرفين فبالتالي هذا الكلام يجوز أو لا يجوز نفترض أنك أنت في الشركة أنت وشريكك في المؤسسة وفي بينكم أسرار في الشركة وبينكم مشاكل فلازم أنا أواجهك في مشاكلنا صحيح أنت شو رايك أنت كشريك لما أروح أنا لطرف ثالث وحكي له عن خصوصيات العمل وحكي له عن خصوصيات العمل اللي بتصير بناتنا إساءة ائتمان هالي بالضبط وخياني بتصير خياني في مجال العمل وأنت كطرف أو كشريك لن ترضاه نعم لو تعتبر أنه هاي خصوصية شركتنا ومؤسستنا وهنا المثل مش كتير واضح أو مش كتير بشبه لأنه هذي شرك يقول لك علاقة ممكن تكون تجارية أو مالية صحيح وإحنا بنحكي عن علاقة زوجية علاقة فيها قدسية عالية يعني علاقة فيها استمرارية فيها ديمومة فيها عقل فيها ارتباط فيها تكافل فيها تراحم فيها مواد لفترات طويلة جدا فبالتالي إحنا بنشوف الشراكة ما بين اتنين هي خياني صحاب بين اتنين حدا بروح ب يعني يفشي بسر خارج هاي العلاقة الآخر بيعتبر انها خياني فما بالك في علاقة زوجية لا انت لست فضلت واصفت انه ممكن يشكل هموم بالضبط اذا اتجاوز الامر من الهموم ما هنا هذا الصورتين للخيانة اللي بتيجي عنا احيانا في الحالات انه هل مجرد الشكوى او يعني انه تفريغ نفسي خلينا نحكي اه مضغوط بآخر بي وجالة وهي مش فاتحيت للمجال انه اشكيلها او احكيلها بسبب انشغالاتها او بسبب انشغالاته ذكرا كان انثى فوجد طرف ثالث هلأ ممكن الطرف الثالث يكون صديق او صديقة يعني من نفس الجنس ولكن احيانا يتجاوز الموضوع ذلك يصير بدل ما هو ذكر يكون انثى بالنسبة للزوجة او للزوج والزوجة يكون ذكر بدل انثى بدل انثى هلأ اذا كان انثى لانثى ذكر لذكر ممكن المجتمع يقبلها وتكون امور عادية مع انه هون فيه تحفظ علىها ينحطها بين قوسين عشان نرجع لها لانه في نهاية ممكن هون خيانة امانة العلاقات لانه لانه التقرير اشار لنقطة دكتور بعد ابنك اللي هي قصة انه مرات فيه اسرار بتكون بين الازواج في العلاقة الزوجية تحديدا يعني بده احكي قضايا صعبة بده احكي قضايا بسيطة جدا قد يكون الزوج بخيل نعم وقد يكون هذا البخل عنده واصل لدرجة سيئة جدا ومؤذية جدا قد يكون حتى عنده بخل عاطف يعني لا يجامل ولا يلاطف ولا يتحدث تشكي المشكلة البرود فممكن مرات الزوجة بتحكي لصاحبتها انه والله زوجي يعني بصراحة لا بيحكي ولا بيشكي ولا بيجيب حب ولا كذا وهديك ممكن تقولها لا والله الحمد لله الله ما يكرمني فبحمد والله بوصري والله الآن الحديث عن هاي القضايا اللي لسه أنا ما صعدت أنا لسه بحكي لشخصية يعني احنا موصلناش لها حالة الشخص اللي بوصف اللي بوصف العلاقة اللي ممكن تكون بشكل مباشر يعني انه هدي يعني خلو ممكن احنا متفقين او سنتفق انه هدي خيان نعم انه بيحكي في اشياء مردها جنسية او فيها ايحاءات جنسية او انت حكيت صور خادشية احيانا او شيء من هذا النوع يعني فيه مغزى معين له علاقة بالشيء المفروض يكون داخل الزوج ولكن ما بالك في الاشياء الابسط منه احنا نحكي اصلا من الاشياء اللي بتهدم العلاقة الزوجية اللي هي تدخل الآخرين او افشاء الاسرار حتى للأهل نفسهم صحيح يعني احنا ضد فكرة الاشياء الاسرى المشتغل عليه دايما انه عشان تتحافظوا على كيان وكينونة الاسرة خلي ما في الاسرة داخل الاسرة ما منوعي طلع بره واسرارها لها للاسرة يعني ما فيش داعي نطلع حبار حتى لأمي او لأختي او لأي حدا من كان كائنا بغض النظر عن صفته ولقبه فبالتالي يعني الافشاء بالاسرار هو اصلا شكل من اشياء اشكال تستخدم مصطلحك اساءة الاعتمان فبالتالي هو يعتبر من ضروب الخيانة طيب ما بالك انه يكون يعني فيه شخص رح يحل محل شخص اخر يعني بمعنى انه الزوج يجد اخرى تحل محل زوجته بالراحة انه هو برتاح لما بيحكي معها انه ينطلق لما بيحكي معها انه بحس حاله بينشرح بالضبط انه بحس حاله بيحكي مع حدا يعني عن جد متفاهم معه وحدا متقبل وكما هو ومتفاهم وبدون الانتقادات اللاذعة بدون تركيز على العيوب بدون التركيز على انت ليش هيك بتعمل وانت شوف كيف كنت وكيف صرت وانا مين معاك وانا شو عملت لك وانا شو عملت لي هاي الاشياء اللي هي الجارح اللي هي علاقة بالتاريخ اصلا ما بين الدينين لانه هاي اصلا العلاقات اللي ما بيصير فيها هلا نحكي هدول الناس امتى بدخلوا على العلاقة لما بتكون تتأزم الأمور داخل العلاقة الزوجية نفسها او زي ما حكيت برضو يكون في عندنا برود عاطفي او بخل عاطفي زي ما حبيت تسميه داخل العلاقة وبالتالي لانه نفس الانساني دائما بتحاول تشبع النقص الموجود هلا اشبع النقص بيكون بأشكال مختلفة في ناس تتجه الى الروحانيات والأمور الدينية وفي ناس تتجه الى قضايا العمل والشغل وبالتهي في شغله وخلص وبالتالي بحس حاله في شغله وفي بعض الزوجات تنتهي تنشغل بأبنائها وتربية أبنائها وسعادتها بأبنائها وهذا شيء يعني لأي شخص آخر أفرغ له عن مشاعري أو أعبر له عن مشاعري ويكون بشكل تفريغي دائم وبشكل دائم مش بمرة أو مرتين بسبب خلاف معين وممكن الآخر متربص هذا الطرف التالت متربص لهذا الخلاف وممكن يأجج الخلاف بين الطرفين وبالتالي بيصير في عنا تفكك للعلاقة وبالتالي بيصير في عنا انتهاء العلاقة بطلاق أو بخيانة أكبر من مجرد الكلام طيب دكتور فيه نقطة كتير مهمة من كلامك أنا أبدأ أخذها إنه وأنا من الحالات اللي بتوصلنا بصراحة وبتكون بعض وتحديدا السيدات مش بس الرجال يعني كمان حتى نكون دقيقين فيه هون قصة لها علاقة لما نحكي عن الخيانة الزوجية بشكل عام وخيانة الأسرار وإفشاءها قضية ليس سهلة وطبعا ممكن أنا بتذكر دائما إنه حديث أبي زرع لأم زرع لما تحدثت ومدحت زوجها الذي طلقها أصلا وكيف كانت أمينة على الحديث عنه بالشكل المهني والمحترم وكيف تتحدث عنه لكن كتير من النساء أو بعض النساء بعض النساء تصل في بعض الأحيان إنها تتحدث عن العلاقة ما بينهم ما بين زوجها في الفراش ضمن المواقع وضمن صاحباتها وفي بعض الأحيان ضمن الجروبات اللي موجودة وشراكتها هاي بهذه الطريقة لسه لأنا ما أبدأ حكي عن لسه مع شخص أو مع رجل وفي جروب معين كله ستات وتبدأ تصف هذه العلاقة في الفراش عبر المجموعة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل هذا تسمى خياني وهل هذا خطير ولا هاي مجرد إنها بتعبر عن مواقف وشعور وكذا وبتحاول تشارك تجربتها بل تتعلمها البنات بالضبط كنت أسألك هذا السؤال شو الهدف من المشاركة هلو الهدف هو خليليني أحكي توشو يعني عشان العرض فقط إنه أنا والله شوفوني كتير مبسوطة في حياتي وكتير سعيدة ولا هو تعبير عن نقص أساساً أنا دائما يعني بديش أظلم ولكن معظم حديث المجموعات والجروبات هاي للسيدات فيها تباهي أكثر من اللازم ومبالغة صحيح ممكن ما يكون شيئا كيس واقع حقيقي على كل حال يعني بيحبوا دائما يكونوا يبينوا الأفضل والأمثل قدام بعض أكثر ما يكونوا حقيقين فبالتالي ممكن تسمع هذا الكلام فبالتالي بتروح بتنقلوا للبيت ليش صاحبتي هيك بيصير محا وأنا ما بيصير إش معاي هيك فبالتالي بنخترق خلاف آخر جديد داخل البيت لأنه أصلاً يعني ما يصح عند فلان ليس بالضرورة أن يصح عند أخرى وبالتالي هذا الكلام لازم كلنا نفهم ولأنه محمد مزي أحمد هذا شخصيته مختلفة وهي شخصيته مختلفة وسعاد مش زي سهيلة بغد النظر عن الأسماء بناشى تصيب حدا يعني فهمي فهي الفكرة أنه كل شخص إله مفاتيحه وكل شخص إله طريقته في التعامل كل شخص إله الكي ويردز اللي بتقدر تلقى فيها في منطقة ما ولكن هل هي خيانة إذا بسميها إساءة ائتمان هي إساءة ائتمان ولكن يعني بجوز بديش أنا أبعد كتير عن الموضوع ولكن موضوع الخيانات اللي بيصير عندنا أنا أبدأ أحكي لك شغلة موضوع الخيانة بجوز ما بيوصلش عندك ظاهرة أنه فيه خيانة الإلكترونية تصل إلى حد الخيانة الجنسية ولكن الخيانة بمجرد أنا بتصوري من كتر المشاكل وانفتاح السوشال ميديا بشكل كبير جدا وهو صار طرف يعني غصبا عنك موجود في البيت مش لغطرك بتدريش فردو هذا الضيف كان في يوم الأيام ضيف خفيف دم نيجي نستفيد وننبسط منه ويسحب حاله يروح ساعة ساعتين باليوم اليوم لا صار اليوم عنصر أساسي داخل البيت وهو ضيف ثقيل يعني لازم أنت تتعامل معه بشكل دائم يعني كيف معنا تتعامل معه أنك لازم ترد ولازم تستجيب لكل حدا بيبعط لك أو حدا بيبعط لك يعني بيعمل لك كومنت أو شير أو شي معين فبالتالي أنت لازم ترد عليه دائما عشان تكون أنت اكتف أو تكون فعال في مكانك فبالتالي أنت تتعامل معه فبالتالي هو صار زيه زي أي حدا أساسي في البيت زي زوجتك زي ابنك زي أخوك زي أهلك فبالتالي هو شيء موجود طيب السؤال لما بصير فيه إساءة المعاملة مع هذا الشخص أو المبالغة في التعامل معه على حساب أهل البيت إن كان رجل أنا وأنتو أبحكيه هنا أنا يعني أنا لما بكون الزوجة موجودة في البيت مع تلفونها أو مع جهازها أو مع تلفزيونها أو سوري مش تلفزيون مع تلفزيون مع الكمبيوتر للكمبيوتر أكثر استخداما اليوم أو الموبايل وبيصير فيها قضية التفريغ هذا أو الحديث العام أو العلاقات العامة وشوي شوي بيصير فيها شوية خصوصية يعني أولا كيف بتصير أكيد بتسمع من قضايا الاستغلال وابتزاز الإلكتروني اللي يسمع عنها بتكون واحدة في حال سبيلها بتنزل بوست معين على صفحتها طبعا إنه صفحتها بابليك فبالتالي كتير ناس بيشوفوها فبيجي حدا من خفيفين الدم ناس الفاضية تعبر عن جرحك بالضبط ممكن تكتب كلمة مقولة حكمة واتفر من هذا النوع بيجي واحد بيجي بقولها يعني هيك على المسج الخاص كلامك كتير عميق حسستي أنا حس إنه أنت اللي حكيتي كتير لمسني كتير بيشبهني حسيت إنه في كلامك فيه يعني حزن كبير جدا وهذا الكلام أنا لمسته أو ضعيفة أو يعني علاقتها في بيتها مش كما يجب وفيه مشاكل وأنا بحكي لكيش هالأمور بتصير في الحالات الجيدة لا في الحال في البيوت اللي فيها مشاكل فبالتالي هو بلمس إشي معين أو بضرب عواتر كتير مهم وهذا إلو علاقة بالغريزة إلو علاقة بالحاجة عند الزوجة وعند الزوج عند كلاهما أنا بحكيش عند الزوجة لحالها يعني بدون حصر عند كلاهما فبالتالي بتحس إنه أبو الله جده هو كتير بحس معي طب هذا الكلام أليش ما بشوفه إيد حدا بفهمني إيد حدا بفهمني إيد حدا حس فيي مباشرة مجرد من كلمة معني أنا طولي اليوم أعد أحكي قدام هذا فلان أو أحكي قدام فلان بس ما يوصلش هلأ كيف هون بتبلش هون ببلش الاستدراج وشوي شوي 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 الموضوع ممكن يوصل إلى شيطان الرجيم وممكن يضل مجرد كلام طيب هو كله شيطان أحساب أصوك يعني شيطان شغال من الأول محهم ببداية أنا فاهم إنه دنيا فيها حرمة واضحة ما بنناقش بس أنا بهمني أناقش الجوارب النفسية دكتور لأنه خطوريتها ومكاملها وحسب تحليلك تحليل جدا مهم وعميق على فكرة الله يضح لك لمسني بس فيه نقطة كتير مهمة وبصراحة من القصص اللي إجتني وأنا يعني متحير أحكي لك ولا أحكي لك لما واحدة بتقول لي دكتور أسأل ضيفك الدكتور شادي أنا إنساني أتعذب عاطفيا مع زوجي زوجي بمنصب إداري معين له علاقات جدا كثيرة مع السيدات لدرجة منهن من ترسل لها له تسريحة الشعر ونوع العطر وملابسها على العيد وشو بدأت تعمل على البداية السنة وعلى حفلة المشعر شو هو يبدأ الآراء وفي بعض الأحيان لا يراعي مشاعري فيريني يعني بورش أشائفها هاي بتوديلي فلانة وها قلتيلها والله حلوة هاللبسة مش حلوة هاللبسة ماذا أفعل هل هاي خيانة يعني هي لسه بحكي لها الزلمة يعني يعني واصل لدرجة أنه يعني شاركها كبهات الموضوع بلها يقولت لفلانة شوف دكتور يعني أنا بحكي له الشغلية إحنا مش شايفين كتير ناس هنا ضمن ثقافات مختلفة مع العلم إنه المجتمعنا صغير بس الانفتاحة كبيرة اللي بيصير في ناس عندهم بيسموا حالم أوبن مايندد يعني هاي الأمور مش مشكلة بالضبط إنه نحن نتفلسف برضو ببطر شادين كثير والله الشكل ممكن الزوج عنده علاقات بسي رحط أجل أجل آه طبعا الزوج عنده علاقات الزوج عندها علاقات قبل الزواج وعلاقات كيف علاقات شلال وصحوبية وشغلات من هذا النوع عدتنا على علم في ذلك هذا اسمه الانفتاح اللي غير منضبط يعني الانفتاح الغير مفهوم غير مفهوم يعني لازم أنا أفهم يعني بالأول أنا لما اتزوجت فلانة أو عملت علاقة زوجية مع فلانة معين أو فلان معين فبتلا لازم أفهم الباكي جراوند الخلفية اللي جاي منها صحيح واتقبلها مش هيك أساس الزواج اللي هو القبول منقول احنا بنسميه التقبل اللي هو القبول ما بين الطرفين القبول والإيجاب فلما بالتالي أنا عارف إنه شو الخلفية اللي جاي منها هي وهو عارف شو خلفيته فإذا التنين متفقين على هيا الخلفية ويجينا بعد الزواج بطلنا وبطل يعجبنا وأنا بصير فيه خلل أصلا فيه كناك فيه إشي مش واضح ليش أنت بطلت كنت الزمان أنت يعني تطلع مع شلتي وعادي تشوف محمد يمزح معاي وأحمد يمزح معاي وفلان يمزح معاي وما كنت تحكي وتعتبروا أنه هذا صديق وكنت تفرق ما بين صديق وما بين زميل وما بين حبيب وما بين أنت كطرف أساسي في العلاقة اليوم ما دخلنا في قضية زواج صار الموضوع لا أشتب فلان وأشتب فلان وأشتب فلان وأشتب فلان وهذا بصير وهذا بصير وهذا بصير وهذا لا وصورت هسا بليت وطلعين القروب وصول وصورت أبو شهاب هلا اللي بدك تمنع كل الناس اللي تحكي مع زوجتك هذا موضوع فيه خلل في الفهم بغض النظر عن مدى صحته وعدمه أنا مش بدل أتفق معاه ولكن هيك بتكون فيه علاقات وهي الزوجة أيضا تكون تعي أنه زوجها ضمن يعني علاقات مش إنه زير نساء ولكن هو عنده علاقات نسائية علاقات نسائية بحدود بطبيعة شغله بطبيعة مكانته الاجتماعية بطبيعة وضعه ظروفه وهي تقفل خياني هلأ إذا كان هذا الكلام مفهوم مسبقا وهو العلاقات معرفة بشكل جيد يعني أنت بتعرف شو طبيعة علاقتي في زميلي أو في زميلتي أنت بتعرف شو طبيعة العلاقة وأنت متفهم لهذه العلاقة لأنك أنت عندك نفس العلاقة مع زميلك أو زميلتك فقضية أنك أنت كتير بتثق في حالك أنت تغلطش في الناس ولكن لا تثق بالآخرين هاي مشكلة تانية بتعرف هذا المصطلح بحكي أنا ما عنديش مشكلة فيك أنا أعبثق فيك مطلقا ولكن أنا مشكلتي في الآخر يريد يستغلك فأنا بثقش في الناس وعشان هيك لا تحكيش معهم فأنا بدل ما بسقط عدم ثقة فيها على ثقة عدم ثقة بالآخرين ولكن هو فعليا لا يثق بها صحيح وهذا هو السبب وأساسه جاي من عدم ثقة بنفسه كمان أنا شاءنا نكون واضحين أكثر هلأ ما فيش جواب مباشر للصديقة أو للكتبة هذا الكلام على الصفحة إلا قضية أنه شوفوا العلاقة الزوجية مبنية على إيجاب وقبول واتفاق وتفاهم وتفاهم إذا ما فيش إمكانية للتعديل فبالتالي الحلول موجودة والحلول الواضحة تماما يعني أحدها وأهمها له الانفصال ما بين الطرفين قد يكون هذا الحل ممكن يكون حل وأنا إذا بدك تحكي معك بصراحة الطلاق هو أحد الحلول الناس اللي مش فاهمينها هي حل الناس بتعامل مع الطلاق أعتبر أنه مشكلة أنا بتعامل معها شخصيا أعتبر أنه حل لأنه إحنا الطلاق من قضايا جدا الناس اللي عمليته وصمة وعمليته مشكلة لأنه ربنا قال تأمساكم بمعروف أو تسريحهم بحسن في سورة للطلاق في القرآن بس ما في سورة للزواج بالقرآن يعني الموضوع واضح يعني عشان الله خلقنا وعارف شو طبيعتنا وتكويننا فبالتالي أوجد لنا المخج بناش نوصل لها تشرح الحلول يعني بدنيها قد يكون حل لكن تشرح الحلول لأنه بهمني كثير نوصف لأنه ممكن دكتور وبصراحة في نقاشاتي خلال الأسبوع المنصري وأنا يعني بعد للحلقة وبسألولي بعض الأصدقاء شو الدكتور عن إيش الموضوع راس السنة شو بدك تعمل فينا وأنا بجوز يعني تحدثت أنه ياك في الحلقة السابقة نرح نحكي في موضوع حساس وبهمنا الناس تفهم ولأنه فيه فهم مغلوط عند الناس نعم إذا إحنا اعتبرنا أنه حديثها عن علاقتها مع زوجها لطرف آخر وهو قد يكون أنثى فيه خيانة فيه خيانة وفيه عدم احترام لأسرار العلاقة الزوجية طب فما بالك بالزوج أو الزوجة اللي يصل ويبالغ في أكثر من ذلك وتبدأ العلاقة ليست فقط علاقة المدح والثناء والحب والعاطفة والزير سالم وطنجرة العيد اللي بدك تسميه نعم ولا قصة أنه يعني هذا الحب اللي بيسموه عذري ولا عذري ولا بطيخ أكيد أن العذري أرقى من ذلك أكيد ومش بهذه الطريقة لكن قد يصل إلى أقصى من ذلك أنه في بعض النساء بتقول خليه فرغى عن حاله يعني ما هو بيضله في النهاية إلكترونيا يعني أنتوا ليش هادين في كتير في الموضوع أنا بجوز مش قادري أشبع هذا الإشي اللي عند زوجي وهي الزوج هي اللي بتحكي به هاي الطريقة هاي المرأة التي تقبل لنفسها ولزوجها أن يفعل ذلك من باب التفريغ وفي النهاية إلكترونيا أنا بداحكي الجانب النفسي خطورته وتوصيفك النفسي لإله يعني إذا وجدت هاي الحالة بتحكي عنها إن وجدت لا موجودة نفترض إنها وجدت لا موجودة رح يكون عندها أحد المشاكل أحد المشاكل في ناس متابعين على الحلقة موجودية يعني أبداحكي لك أحد المبررات الآتية يا أما هي بتعمل نفس الشي وبالتالي هو يعمل وأنا أعمل عشان تبرر لنفسها الخطأ اللي بتعمله فبالتالي لازم هو يعمله وإحنا التنين نكون زي بعض وهذا علاقة إنه غير ثوية نفسيا فروح بتبحث عنها مبرر لخطأها فيخطأ ماش مشكلة أنا تنين نخطأ وهذا خطير وهذا خطير جدا اتنين عندها ضعف ثقة بالنفس ومفهوم ذات متدني شايفي حالها أقل مفهوم ذات متدني يعني شايفي حالها أقل من إنها تواجه هذا الرجل بكيانه بتصورها أو بصورتها هي الوهمية عنه إنه شخص كتير عظيم وكتير مهم وكتير له قيمة بنظرها طبعا وإنه شخص أنا لقيته لازم أبوس إيدي وجه وقفة كل يوم وصلي ركعته شكر لربنا إن أنا تزوجته لأنه كتير هي شايفي حالها نكرة أمامه فبالتالي هي من كتر ضعفها بمعنى هي ضعيفة جدا بمفهوم ذات سيء جدا ثقة بالنفس منعدمة فبالتالي هي شايفيته إنه أوكي مش مشكلة بفرغ الالكتورية ومقليلة من حجم حالها على اعتبار أنه هي مش قادرة توصل له أو تشبع له احتياجاته اللي هو عارف أو بحاول يشبح عند الأخريات حالي ثالث ما بتهيق ليش في مبرر ثالث لو واحد من هذا النوع إلا تكون يعني أصلا هو السلوك خاطئ اللي بيقوم فيه الزوج تداء الخاطئ بداية ولكن تبريرات هي الأطفال كالثين يعني دائما نشوف نحكي دائما شغلة مهمة كتير دكتور إنه إحنا لما بنحكي عن زوجة جاي تشكي عن زوجها إنه بيعمل كذا وكذا وكذا وليسنوات طوال واحد اثنين ثلاثة وعندها ما يثبت ذلك وعندها الشواهد وعندها الإثباتات ولا غير ذلك بتسألها سؤال أنا دائما أول سؤال ليش ضايلي معالها هسا أنت ليش عايشي معالها هسا تصفن صليك أربع خمسة سنين عارف إنه بعمل هالأشياء أول إيش بيحكوه لولاد لولاد لا ضلي راكل ولا ضلي حيطة يعني تزلمي معاي الله بهدي أو أنا فكرت حكيت مثلا مرة لأمي أنا تلي بكرة ما هو بهذا هيك بنصلح هاي طيش بنصلح وهذا الشباب ومش عارف إيش بس أنت يعني خليك قريب منه خليك قريب من ربنا ادعيله وادعيله مش عارف إيش فما في مبرر حقيقي إلا الضعف هلأ بديش أروح يوده يحسبوني في مكان معين ولكن هاي المرأة بحاجة لتمكين على المستوى الشخصي ومستوى النفسي تمكين نفسي وتمكين شخصية وأداء وقدر يعني أنا أنا مميجي بنحكي دائما عن المرأة المظلومة أو المرأة المعنفة أو العنف مش بس بالضروري يكون ضرب وجلد ولا غير ذلك العنف ممكن يكون هو استغلال على المستوى أنه الزوج بيستغل علاقتها فيه بعلاقات أخرى بيقيمها مع أخريات أو من خلال الإنترنت أو غير ذلك من هذا الكلام لأنه هو بيستضعفها أساسا فهذا اسمه عنف واسمه اعتداء على حقوقها فهي الزوجة ليش ترضى بذلك ترضى بذلك لأنها هي ضعيفة هي بحاجة إلى تمكين الآن وكي هو بحاجة إلى العقاب ولكن هل أنا في مكان أن أنا عاقبه هل في قانون يجرم ذلك السلوك مدام هي موافقة عليه أو مش قادرة تعمل شيء لا فبالتالي أنا بحفظ ماء وجهي كزوجة وبنسحب من هاي العلاقة بأي شكل أنت بتحبين سحبي ولكن لازم يكون في رد فعل أصلا شو اللي بيسمح للزوج أنه يتمادة في هذا الكلام ويبالغ فيه زي المثال اللي حكيت أنه هو الزوج بورج زوجته كمان أنه تعال شوف فلاني كيف تورجينه كيف تحكيه ولا غير ذلك فبالتالي هو مش شايفها أصلا هو شايفها أداء موجودة في البيت عنده أكثر من مجرد زوجة وإلها مكانة وقيمة فبالتالي هو مفهوم للزواج خاطئ وهي أكدت ما لديه من مفهوم من خلال استمرارها في العلاقة معها طيب دكتور شادي بعض الزوجات على التواصل الاجتماعي تضع أجمل زينتها وأفخم زينة وتضعها على الفيسبوك ومنورة نورة أليست هي تضع نفسها هذا النوع من النساء كضحية أو كثريسة للذئاب البشرية إذا كان فينا ذئاب ومليانة إنا شوية الذئاب يعني في بعض النساء اللي لسها في الشديد هي موجودة مش قصدها لا تخون ولا بطيف لماذا حطة صورتها معرفش والله وأنا بدي تقول لي ليش بتخطها أنا أنا بدي أعرف ليش عشان أعرف لأنه لأنتنا في الترافع بلاشت تقول لي مش قصدها ممكن ليه مش قصدها وفي إشي وعي ولا وعي مش قصدرك مش قصدرك مش قصدرك مش قصدرك وممكن حابة البلاد تشوفوها وممكن حابة تورجي قد شي حلوة وممكن مرات بتعرف هدول دكتور يظلهم يعملوا تسلفة والحياة تخلفة والأبصر تشوف تضع يعني هناك من النساء من تضع نفسها بأجمل حل على السوشال ميديا ومتزوجة ولها زوج وبتكون في شكل قد يكون مش جميل ومش كويس جاراتها تشوف يعني أنا الموضوع شوي لأنه له عمق معين وبيش أفوت فيه كتير بس هو خيانه ولا مش خياني لما مرأة بتروح تعمل هذا العمل وأنا بحكي على الجانب النفسي دكتور يقاس عليها شيء كتير هذا البثال يعني نفسها المرأة اللي بتطلع من بيتها بأجمل حلالها وداخل بيتها في أسوأ حلالها ثومي وبص العادي فبالتالي شو رائف هذا الموضوع ممكن أسميه خيانها طيب ولا لا هي قضية أنه البيت البنت أو الزوج ترتاح في بيتها فرسال كثار اللي بيعملها كثير طب أنا ببرير لهم لأنه في البيت ما تكون مرتاحة وعراحتها وعطبيعتها لأنه برضو برضو أنا ببسش بدلتي في البيت أنا كرجل كمان صح ولا لا بس خيركم خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهلي أنا منحكي على العموم منحكي عن الموجود إذا نظى إليها أسرته أنا بدي أحكي عن مش بصوته وبتهيأ لي كمان ديننا عادل لدرجة كمان إذا نظرت إليه أسرها ميجبية مدخل عبدالله بن سعود وقال له يعني إن الأهلك عليك حق صدق حالك بالعربي نحن بدناش تطلع على جزء معين وطلع جزء آخر لا لا بالتنين بالتنين لأنه مجتمعنا مجتمع دكوري ما إحنا نحكي بصراحة دكتور ويثار من المرأة أكثر ما يثار من الرجال يعني يمكن رجال ما هو بحط صورة الزلمة بالنهاية قد ما يكون مش راح تكون مثيرة كما المرأة متزوجة تضع صورة لإلها في أبها حلة وفي أعلى ميكب وميكياج وحالة حالة أنا ما بعرف الأثر يعني أنا بدي أسأل هل هي تضع نفسها عرضة للخيانة ولا لا أو للذئاب البشرية أنت عارف شغل كتير وقبل ما أحكي لك تخضر فيش سلوك عبثي مين مين في دافع في دافع واحد من تنين إما بيكون على مستوى الشعور أو مستوى اللاشعور يشي فهمين إحنا ليش بنعمله ويشي مش عارفين ليش إحنا بنعمله وهو نقصه وفي عندنا احتياج داخلي وهو موجود في منطقة معينة في الشخصية تبعتنا بطلعش يعني بمعنى لأنه في عندنا الأعلى مانعه يطلع فبالتالي قعد بطلع بشكل آخر هو بشكل أنه ويوجد له مبررات أنه أنه إحنا آه بطلع أنا مش عشان الناس أنا حلوة وهذا شيء وأن الله جميل أنه يحب الجمال فبالتالي أنا بطلع بأبهى حلالي وأبهى شكلي فبالتالي أنا بطلع عشان هيك ولكن أنا اللاشعور بفهم إشي تاني في هذا الموضوع يعني بفهم أنه أنت بحاجة أنك تاخذ كلام على الأقل ثناء ونورة ونورة لأنه في عندك نقص معين فبالتالي أنت بحاجة لما كان تاني يفرغ فيه أو أنك أنت تشبعي هذا النقص اللي عندك أوكي ممكن يكون زوجك حيطة أنا آسف للمصطلح وبالتالي ما بعبركيش على كل نورة والله يا محمد اللي والله اليوم طلع مشاء الله عليك شو هذا المعاملات وفي حالك إيش كتير حلو في نائفين يا رجال اليوم وأنا واحد منهم أنه مش كتير دايما يعني لسانهم رطب بهذا الكلام يعني فبالتالي ممكن بالأسبوع بالشهر بالشهرين وفي منهم ناس بنسوا فلو حط أكل بالضبط طب سالة ساعتين أوكين بس إن شاء الله ما تكون إيش أخرت حالك على الأكل وأنت بتعملي في حالك فممكن هذا العجز أو النقص أو المشكلة الموجودة عند الرجال عند الأزواج حثت الزوجات أنه تعمل هذا السلوك لطلب أو يعني بالضبط الاستجرار الكلام الجيد والجميل والاستلطاف من الآخرين فبالتالي هذا بيشبع غرورها في أنثى أو نقص عندها وهو بيشبع إشي مش موجود إشي مش مكتمل أو إشي كان موجود وبطل موجود دكتوره في الحالتين مرفوض الموقف مرفوض نعم لأنه أنا في الأخير شوف صديقي يعني أنا بحكي لرجالنا ونساء أنا موضوع الشو أفهد ما بحبوا الاستعراضات رجال عضلات ما بحبوا بفتن دعالوا أنه الشكل مش هو اللي يعني بعبر عن المكنونات والمضمون وهذا كلنا فاهمين وكلنا عارفينه من مولد عمره خمس سنين لواحد عمره خمس سنين فاهمين هذا الكلام صحيح أنه الشكل لا يعبر عن المضمون بس كيف الناس بتنخدع بالأشكال للآن أنا مش فاهم مع كل الفهم اللي صورنا فيه وكل العلم اللي إحنا موجودين فيه والمعرفة المتفجرة والوعي اللي موجود لديك مشكلة ما زال الشكل له دور يعني بخلي الناس تنخدع فيه يعني مش بالضرورة إذا أنا حلو يعني بالتالي أنا مخي نضيف لا مش بالضرورة ممكن يكون أنا حلو أنا لأنه ربي خلقني بهاي الطريقة أو بهاي الشكل أو أنا عملت حالي أشياء معينة عشان أسير حلو يعني مش بطبيعتي هاي فالقضية يعني لا تعبر عن المكنون بس تعرف السوشال ميديا شو عمل عزز هاي القضية صحيح لأن السوشال ميديا شو بسموه يعني إيش بالعام ما في مش رح تعرف مين هو الشخص اللي بتحكي معاه مجرد كلام والكلام كثير وكلامات صور حدا تاني وصورة وردة بصفة في الأخيرة أو صورة ممثل مشهور أو شي من هذا النوع والكلام بمعظم كوبي بيستي أنا بقول يعني ينسخ كتير في عنا منتديات ومواقع ينسخ أجمل الكلام وأجمل الأشعار وأجمل الوصف والغزل والغير ذلك وحطه على يعني على المسيج اللي بتبعثه فبتالي الكلام رخيص وغير هيك مش مطلوب ولا حدا من الطرفين حابب يعرف التاني مين هو تفوتش معاي في الخصوصية تخلينا بس ندلع بعض لأنه أنا عندي نقص أنا عندي احتياج في منطقة ما تتقربش عليها تتقربش عليها هيا خصوصية إنك تعرفين حقيقتني ما بدي وأنا عرفك حقيقتك برضو ما بدك ماشي يعني بسموه الأجانب بدون ما نعرف بعض سريع هيك عابرة علاقات عابرة طيب دكتور أريج أمر بتقول المشكلة بنظري ليست في مواقع التواصل ولا العالم الافتراضي المشكلة في نقطتين نتضل الأولى كبت شديد عند كلا الزوجين وعدم موجود ثقافة المصارحة والصداقة بينهما نعم صحية والنقطة الثانية الذئاب البشرية التي تستغل نقاط الضعف عند الآخر ذكرا كان أم أنثى طيب الذئاب هي دكور فقط ولا دكور وإنها مش فاهم بس ذئاب بشرية ذئاب يعني قصده فيها قد يكون ذكور وإنها طوان أنا أعرف يعني أنه بطلة الذئاب مختصرة على الذكور هو حسب آخر إحصائية أكثر الناس أو أكثر الجنس الذي يعني يتحرش والإناث أكثر من الرجال ولكن المعلن العكس المعلن والمفهوم عند الناس العكس مرة ثاني السؤال آه نتيجة كبت نعم هو كبت هو كبت عند التنين هلأ أشوف إحنا لما ندخل العلاقة الزوجية كيف ندخلها أصلا لضيق الحال والظروف الصعبة اللي بعشوها شبابنا اليوم يعني يعني بطلع عينه لا يتزوج يعني بده سنة وسنتين وتلاتة ويجهز حاله بطلع عينه بطلع عينه يعني بطلع عينه بالضبط وعين أهله كمان معه وغير هيك هذي السنين وعشرات النداءات التي دائما توجهوا على الفاضي يعني عبتش تحكي مع حالك يعني عفوا بالضبط يعني في مجتمعنا عفوا هاي نقطة خيرين كسرين عفوا لانه مرات الكبت منين بيجي مش بس من العلاقة بين الأزواج هو الكبت قد يكون انه زوج الشاب بعد المضى من العمر يعطية يعني بعد تلاتين وخمسة وتلاتين لقى زبت ظروفه نعم عشان تقبل هي بالضبط المستوى اللي هي بدهية واللي أهلها واللي الأهله مرات قد يكون حتى مشكلة في أهله ممكن وبتكون هاي الاشكالية في قضية المقارنة للأزواج وبتعمل مشكلة هاي الفجوة هل هي بتسمح يعني هذا المقص أو هذا الضعف المجتمعي في جانب عدم إشباع الرغبة هل هو مبرر بطو في النهاية انه يروح الواحد للخيانة الإلكترونية وقد تكون في لانه بعض الدرسات تتحدث انه البداية في الخيانة الإلكترونية قد تنتهي في بعض الأحيان إلى خيانة حقيقية نعم وهذا رجل لانه حسب شوش سبب الخيانة سبب الخيانة نقص ونقص على أي مستوى موجود على مستوى المشاعر ومستوى المشاعر على مستوى العلاقات الزوجية والعلاقات الجنسية ما بين الطرفين لانه فيش علاقة جنسية ممكن يكون العلاقات الجنسية عابرة ما بين الأزواج حتى ما بين الأزواج اللي هي واجبه دوره وبنعمل وبمشي الحال ولكن بعد فترة بيصير موضوع ممل وبيبطل فيها العلاقة أصلا موجودة يعني خلينا أكمل فكرة بالأول يعني الأزواج بتغلبوا أو الشباب بتغلبوا عبما يتزوجوا بس فترة الغلب هاي سنة سنتين بعدوها بتعرف شو بيصير فيهم بيستنزفوا كل ما لديهم من طاقة في المشاعر والحب ولا غير ذلك تجاه الطرف الآخر كثير كلام حلو خلص الدفاتر بالضبط كثير 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 لأنه ما فيش عنا غيره نعملوا في هاي الفترة يعني ضمن الموثيق وضمن الشروط الموجودة عنا انت بس مطلوب منك اتحبب الآخر فيك وتقدم أفضل ما عندك كل الطرفين بفوتوا الزواج لخلنا بيت الزوجي شهر شهرين ثلاثة كل الوعود والكلام الجميل والكلام المنمق والمتعلق والكلام اللطيف والكلام الأفضل والأمثل والأجمل كله راح كله خلص خلص الدفاتر كله خلص وصار الكلام خلص أوكي صارت هي عندي لأنه أنا غلبت عشان جبتها فبالتالي هسا خلص صارت ملكي وهو صار ملكي فبالتالي مش راح يروح مني فبالتالي أنا ضامنه ولما تكون انت ضامن حدا ما بتعيره انتباه صحيح بتهتمش فيه بتدور بدك حدا واللي هدول عينهم فارغة بين قسين خلينا نركز على الناس العينهم فارغة بصير دوره حدا تقيل حدا يعني يشبع يشبع حدا مش صار عندي لأنه عنده نقص دائم لأنه بالتالي حس انه تغلب كثير فبالتالي بيجي على علاقة جديدة أو حدا واحد بلاطفه من الباب للطاق هيك مرة واحدة وبحكي معها كلام جميع اسم الله عليه فبالتالي هو بدي يسد انه أنا بنحب ما زلت مطلوب وهي ما زالت مطلوب لأنه زوجها خلاص بعد ما تزوجها بعد فترة معينة من زوج 4-5 سنوات صار يتعامل معها زي أي اشي في البيت لازم يكون موجود ولكن ما بتعاملش معها كإنسانة وككيانة وكأنثة وكجميلة وكفتاة كفتاة زيها فتاة اللي بيشوفها بالشارع وبتعجبه أو بيشوفها على موقع تواصل أو بيشوفها على صفحة انترنت ولا غير ذلك هذا كل ياته أنا بس بعقب على كلام الكبت الكبت اللي موجود عندنا بسبب الضغط الناتج عن خلينا نحكي منظومة الزواج اللي فيها مشكلة عندنا في مجتمعاتنا العربية وتحديدا عندنا في فلسطين لأن الموضوع مش سهل موضوع الزواج ولكل قاعد بصعب فيه والظروف قاعدة بتصعب بزيادة على الطرفين وبديها تشتغل وبديها يشتغل وبديها ضمن شروط معينة ويتكون هي هيك ويكون هو هيك فتلك الموضوع صار أصعب الكريتيريا للخي اختيار هات صارت عالي المعايير صحيح بتزيد المعايير الصعوبة بيصير الموضوع أنك أنت بعدين بدل ما أنت تهدأ وترتاح بيصير عندك خلص بعد ما خلصت واخدت هذا الاشي بيصير تبحث عن اشي تاني لأنك أنت تعودت نفسيتك أنك دائما تنطلق من مشروع لمشروع من مشروع لمشروع فبالتالي ممكن تبحث عن اشيات طيب دكتور يعني أحد أصدقاء أقول لي دكتور ضغطونا يعني واحدة ودت لك أنك منور ما قل هاش تسلمي وكلامك لطيف إن هل هاي ذئبة يعني واحدة قالت لي منور وكمان شوي قالت لي والله طلتك جميلة وصباحك مشرق وهيتك ما شاء الله عليك هاي الكرامي بعطت لك أنت دكتور شو نعمل شو فبالك فيجرز هم هيك عادة يعني الناس مشهورين وكي إذا أنت مشهور وبالك فيجر وكل الناس بتعرفك وإنت ممثلة وإنت فنانة وإنت شاعرة وإنت إيش كتير معروف في البلد هاي ورح تلاقي كلام كتير وإنت حلو وإنت لطيف وإنت جميل وماشاء الله محلاك والله خلي لك طب حبيتك عينيك ومش عارف إيش هذا أنت مشهور بس أنت كيف بترد يسلموا ديك شكرا عيونك الحلوين إذا بدك تقول لعيونك الحلوين رح تتورد لا عادي لا بناشى عيونك الحلوين يعني بنختار الكلام اللي هو الرسمي هذا الفيك يعني الوحمي اللي إيش البسيط مجامل إلى مجامل طيب خلينا أخذ هالتليفون بعد سلام عليكم عليكم السلام مين معي تفضل وعاكم محمد نكون برضي الكدس حبيبي أخوي محمد تفضل أخوي كيف الحال سكرا لكم ونالدكتور العرضي سيلا يا رب وهاء قضية مجتمعية عالمية مهمة جدا نعم صحيح فما دام دي موجود رجال أو نساء فلن يكون هناك كمان للأخلاق طيب شو الحل الحل صعب صعب هي أن نقص في التقابة ونقص في العلاقة الوسارية صحيح النائط الزجل أو المرأة وكثيرا ما تحول هذه العلاقة إلى غيره تأدي إلى الانتقام الانتقام نعم وهنا وهون المشكلة صدر الخيانة ليس لها حدود أو نهاية حلولها صعبة ومتشاعبة ممكن يسامحوا بعض الأزواج اللي فيه يصير بينهم خيانة نعم ممكن يسامحوا بعض أكيدهم يسامحوا بعض الكثير ما تكون خيانة متبادلة يعني آره بيكون بنفس الطريق وهي بتكون بنفس الطريق طبعا نحن نحكى عن خيانة الإلكترونية مش الشتانة والخيانة الإلكترونية والله كثير صعب جدا يعني صعب يعني شو بحلها يقول شيء لحل جميل جميل شو بحل إلى أي حل يعني إلا إذا بنقضي على الألكترونيات جميعا طيب شكرا يا أخي أحمد شكرا كثير لك من القدس وتحياتنا لأهلنا في القدس جميعا يعني وأسأل الله أنه ربنا يحفظ أهلنا ويحفظ يعني قدسنا وأسرانا ومسرانا إن شاء الله دكتور بنلغي الإلكترونيات يعني ما هو في النهاية لا طبعا لا طبعا لأنه فيه يعني فيه ناس يعني إحنا نرجع على موضوعنا في النهاية خيانة إلكترونية وبصير كثير بهذا الجانب مدح الأشخاص وبصير معجبات ومعجبين في هذا الموضوع وممكن يفهموا الموضوع بطريقة غلط الأداة زي ما تفضلت إنه نقول شكرا جزاك الله خيرا أو جزاك الله خيرا بالحب ومؤباء واتهى الموضوع طب لو وجدت هناك من تبالغ في كيم مشاعرها يورجي مراته إنه قديش أحبيبات لا لا شوف هذا الشيء فيه لأنه مرات طب يكون شخص فيه أشخاص يكون غربة يعني لما أنا كرزول بدي أورجي زوجتي أنا قديش بالناس بحبوني وأديش معجبين أنا كتير تافه بداية يعني إذا بدي أعمل هذا الكلام يعني وهي يعني إلها الحق ترد كيف ما بتحب تمسك الجهاز تخبطه في راسي تعمل البدهيئة يعني تسبب البدهيئة هي حرة يعني أنا بتمنى يكون عندها رد فعل ما بحبش يكون يعني ردها سلبي على الأغلب يعني لأنه بزيده تمام الفكرة وين الفكرة إنه الإلكترونيات ما بتلتغي ما بتلتغي إنه نشطبها من حياتنا هذا شيء يعني مستحيل زي ما بنحكي للأطفال دي بقولك ابني كتير أعدى لليوتيوب وعلى الأجزة الإلكترونية أسحب الجهاز منه لا تسحبش الجهاز منه قننه صحيح يعني حاول تحكم حاول يعني راقب بس لزوجتك تكررش تحكم وتراقب لأنك أنت بتصير هنا شكاك وبتدخل في موضوع ثاني وبتدخل في موضوع ثاني وعدم ثقة ومش عارف إيه هو كمان حكى نقطة هيك ما بعرفت بتتفق معي فيها دكتور اللي الجانب اللي حكى في أخونا أحمد المتصل من القدسة ما قال في مرات غيرة بالضبط يعني مرات امرأة أو رجل حتى يعني بغض النظر كما تفضلت في الجنس حاولتون هذا ما أنا عندي وبحكي مع خمس غير غير زلمتي هاي القصة الغيرة هل تصل في بعض الأحيان أنه الجد بيكون فيها خيانة وبكون يعني يقعوا في هذا الوزر النفسي ابتداءا قبل ما يكون وزر شرعي ومخالف شرعي يعني هذا الكلام يعني ما بديش أحكي أنا على حالات خاصة ولكن عموميات من الشكل عشان ما ناشت يعني حدا يأخذ الكلام على حاله المجتمع كتير مختلط عننا اليوم نعم يعني المجتمع مش زي ما كان قبل خمسين سنة أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة الذكور لحال والإناث لحال في مدارسهم في مؤسساتهم في عملهم في جامعاتهم لا الموضوع فيه اختلاط ليش أنه فيه وعي مفروض فبالتالي الوعي موجود ولكن فيه ناسين شغل بجوز حكاها الأستاذ قبل شوي المتصل قضية الأخلاق ونعدامها والقيم ومشاكل عدم الوعي الموجود عند البعض ما زالت هذه غريزة عند الإنسان إنه قديش أنا يكون مطلوب قديش أنا أكون محبوب قديش أكون أنا مرغوب عند الآخرين هلأ أنت في مكان عملك فيه ناس حواليك فبالتالي أنت قديش بتحب تظهر قدام الآخرين هلأ إذاك أنت كنت ظاهر وفيه آخرين بعززوا هذا الظهور فبالتالي فيه واحد آخر أكيد لازم يغار ليش أنت هيك ليش أنت كتير يعني داما لطيف وليش أنا اللي مش لطيف لأنه أنا مثلا ليش أنا مرفوضة أو منبوض ليش أنا معقد لا لا أنا مش هيك أنا بدأ أكون أكثر ارتياحا وأنا بحكي عن الذكور والإناث إنه أصير أتملق للآخرين وللأخريات حتى إيش أطلب الرضا وأطلب الحب وأطلب تعزيز إن صحي الكلام فهذا الكلام غير من واحد لواحد الموضوع بيصير جزء الأول بيكون يعني عشان إرضاء غرور معين ولكن ممكن ينتقل بيصير للغرف الخاصة أو للصفحات الخاصة إنه يصير آه أنا التفت لك وإنت أتبهت لي وأنا أتبهت لك فالموضوع بدخل في ضرب آخر من ضرب الخيانة طيب فهي الخضية نعم فيها غيرة فيها شك فيها عدم ثقة فيها مشاكل عند الشخص نفسه بس المشكلة مش من الجهاز ورح نحكي فيها المشكلة مش في الجهاز لا مش في الجهاز طيب دكتور لأنه أنا بالنهاية بدي وصفنا المشكلة وقلنا حدود هاي الخيانة لو بدي أفترض الحالة التالية زوج اليوم بيشاهدنا وزوجة اليوم بتشاهدنا وتشعر في حالة من الألم وعدم الرضا عن الذات لأنه بالأغلب هم يكونهم بما أنه هو العلماء قالوا الإثم ما حكى في صدرك وخشيته أن يطلع عليه الناس وفي النهاية هي تعرف أنها بتعمل قعدة إثم بتعمل قعدة خيانة بتعمل أمر خطير وقد يكون اليوم أرشدناها لأنه في الناس مش منتبهين بصراحة بطريقة نعم وعية اللي يقصص الناس اللي هو وعيين في هاي القصة ماذا تفعل هل تذهب لتصارح زوجها أنني خنتك إلكترونيا أم تكتم الموضوع وتسكر على هالملف وتبدأ بطريقة أفضل مع زوجها أو زوجته إيش يعملوا يعني يكاشف يبدأ على مصارحة ويقولها تعالي بنت الحلاة والله غلطتوا ما بعيدها وهو إحنا مرات بدلت الوعي والفهم بلعب دور كتير كبير مرات في الأثر النفسي اللي بعود على الأسرة وبناء لأنه ممكن تقول له أنا ما بدياك أو يقولها ما بدياك إحنا مجتمعنا بتيعرف أغلب وذكوري للأسف بنتقبلش يعني تمزح مع زلمة كيف لما تقول له والله أنا أعجبت وبعيدها إيش سوي شوف حل واحد ما فيه حلما نتفق ما فيش حل يتفق مع الكل أو يمشي مع الكل فأنا يعني ممكن نحكي بشكل عام يعني مثلا كل واحد يعرف حالة اللي عنده إن كان ذكرا أو أنثى زوجا أو زوجا يعني أنا مثلا غلطت في هذا الموضوع وكان عندي علاقات خارج إطار الزوجية على المستوى الإلكتروني فقط وبدأ أتوب حسيت أنه يعني بعد ما شفت برنامجك أنه هذا الموضوع طلع حرام طلع غلط طلع بسرش طلع أنه هذا خياني ممكن كما تدين تدان ويسير فيه نفسي الكلام فأنا ما بحبش يسير فيه سداده دين ودفع ثمان طبط ما بدي يسير فيه فبتالي أنا بدي أتوقف هلأ عندي زي ما حكيت حلين يعني أبروح بكاشف أما بسكت هلأ إذا بدأ كاشف بدي أعرك مين اللي قدام بدي أفهم شخصية زوجتي وأكون فهمها بشكل جيد وشكل كامل قد تدخل في صدمة أو يدخل في صدمة بدا والرجو قد يدخل في صدام أكثر بدا هلأ إذا كان الموضوع بالنسبة إليك أنت قادر على إنهاءه وإنهاءه تماما من طرفك اللي هي علاقاتك الأخرى وإنهاءها تماما يعني بشكل قطعي ونهائي يعني توبة النصوح وما ترجعش مرة تاني لما كنت عليه سابقا وعارف إن الموضوع هذا خلاص راح وبتحاول تكفر عن ذنبك لاحقا بدون إبلاغ الزوجة على اعتبار أن الزوجة يتم إبلاغها فبالتالي راح يخرب بيتك وتنتهي علاقتك الزوجية وتشردوا أبنائك انصح الكلام أو لغير ذلك فبالتالي ممكن والزوجة نفس الكلام هذا ينطبق على الرجل كهرباء اسقطوا على الأنفة نفس الشي فقد يكون السكوت والصمت وعدم الحديث عن الموضوع هو أولى من أنك تكاشف في حالة أن الموضوع انتهى وقادر على إنهاءه وعارف شخصية الشخص اللي قدامك أو الشريك اللي معك إن كان زوجة أو زوجة بدك تعرفي أنا زوجة عملت إشي مسيء أو دخلت في علاقة مش صح مع حدا معين وتجوزت حدودي في هاي العلاقة بغض النظر إلى أي حد ولكن هو غير مرضي وأنا زي ما قلت صرت أشعر أنه شيء مؤلم وشيء في غلط جواتي فبالتالي أنا هون عندي حل منتينين هل دروح أحكي لزوجي أنه أنا كنت صار لي شهر أو شهرين أو تلاتي بحكي مع حدا بشكل كذا وكذا وكذا أكيد رح يصير مصيبة رح يصير مشكلة إلا إذا كان يعني معدوم الإحساس يعني وذولا مش موجودين أصلا فرح يصير مشكلة ممكنة يؤدي إلى تعنيفها إلى ضربها إلى طلاقها فالأولى أن تكتم فتترك هلأ من باب بديش أنا يعني أحكي وجهة نظري الآن من باب إن بوليتهم فاستتروا نعم يعني تفضحش حالك إذا الموضوع موصلش للرفضيحة فبالتالي وإنت بدك تنهي الموضوع ومتأكد تماما إنك رح تقطع دابر الموضوع إن كنت أو كنت زوجا أو زوجة فبالتالي أطلب من الله المغفرة طيب الخيار الآخر دكتور وهذا كمان حالات بتكون موجودة وهاي نصحتنا اليوم للزوجة أكثر من الزوجة حينما تكتشف الزوجة وبتصير إنه زوجها يخاطب ويتواصل مع وحدة خارج علاقة زوجية بتواصل معها صور محادثات وغيره من الأشياء اللي هي خيارة الإلكترونية ماذا تفعل هذه الزوجة تردح تفضح لا ما تردح تشرح إيش تسوي تشرح تحمل جهازها أو إثباتاتها وأدلتها وتحمل حالة وتروع عليه عليه بتعلي أبو فلان أنا عرفت ومش من يوم ويومين إنك إنت بتعمل واحد، ثلاث، ثلاث، أربعة وهذا كلام بزعجني بغض النظر عن مستوى التون الصوت اللي بتحكي فيه ولكن بفضل يكون معتدل يعني أنا بفضل عشان بدنا شريعاكش المعين وإنت هذا الكلام تعرف أنه أنا بيعجبنيش بالمرة لا تحكيش لأخوتها وإمانة والجارات سنو خليها أكمل لك السيناريو لنورات أعفوا دكتور بصير إنه بتجيب تفزع البلد بعدين بتحكي له بالضبط فبالتالي راح تحكي لا لا تحكيش لحدا ولا حدا بالمرة وتروح تحكي له هو مباشرة فأنت كاشفه بمعنى إنه أنا عرفت كل شيء أنا كاشفتك يا فلان ماشي وأنا ما عندي ما يثبت ذلك ماشي وأنا بديش أقول لك أطلقني وأقول لك والله أنه خلص خرب بيتنا ولا إشي بس أنا بحكي لك إشي محدد أنا هذا الكلام لن أرضى عنه هلا إذا عندك أنت إمكانية أنت كزوج إنك تنهي هذا الكلام وتقطع دابره نهائيا أنا في بيت أهلي بس بدون ما يعرفوا أهلي أنا ليش في بيت أهلي ها زميل زيارة حردانة غلطانة واتفر راح أزورهم عبين ما أنت تعرف غلطك لأنه أحيانا الإنسان بدي أعطيه فرصة هلا لأنه بدي أفوت من باب أنه ممكن أنا الغلطان ممكن هو الغلطان ممكن هو يعني نزوة هفوة كبوة واتفر بتحبوا تسموها ممكن تقصير مني ممكن تقصير منه ولكن لأنه أنا بحبه وبحترمه وفي بيننا علاقة وفي بيننا تاريخ بدي أعطيه فرصة أما إذا ما لا بحبه ولا بحترمه وفيش بيننا علاقة وفيش بيننا تاريخ هون حفرنا وهون طمرنا وخلصنا على علاقة في دقيقة دكتور شادي وبننا نختم البرنامج للدقائق تسرع من جمالية الحلقة معك وإن كانت ساخنة ما هي الوصايا الآمنة الآمنة للزوج أو للزوجة حتى أن يرتدع نفسيا اتداءا اجتماعيا يرتدع عن الوقوع في هذه دعني أقول الخيانة خيانة هي خيانة بمعنى الحقيقي ما هي الوسائل المانعة والرادة على إلوك نفسيا مشاعريا وأدائيا في دقيقة بعد بداية سريعا بدنا نبحث في الأسباب يعني أنا لما بدي أخون أو بدي هتخون فبدأعرف شو الأسباب اللي ودتني لهن نقص في المشاعر نقص في الكلام الحلو نقص في الملاطفة نقص إلى غير ذلك بروح للشريك مباشرة أنا فيه أشياء تنقصني من طرفك أو من طرفك وإنت ما بتشبع ليها فبتمنى تشبع وهي ترى كتير تجوز أنت بتشوفها كمان في الغرف المغلقة مشكلة الأزواج بين بعض صحيح لأنه بتني مش عارفين يحكوا مع بعض أصلا لا روح يحكوا مع بعض إكسر هذا التبو هذا الحاجز وروح يحكي معها أو يحكي معها أنا بدي واحد اتنين ثلاثة وإنتي ما بتعمل ليه ما بتحكي ليه ما بتحسسني فيه فبتمنى أنك تعمل وإذا ما عملتوش أنا مش رح أضل في العلاقة هاي أو رح يصير فيه إشي يعني لا يحمد عقبة بغد بدون تهديد المكاشف والمصارحة المكاشف والمصارحة لأنه إحنا ليش منروح لهذا المكان زي ما حكينا أحد الأسباب اللي هي موجود نقص معين نعم فالنقص أدمير لازم يعبي الطرف الثاني زوجا أو زوجة فإذا كاشفنا وصارحنا وعبا أشبع هذا المجال أو أشبع هذا النقص الموجود عندنا كان الله بسرع علينا هل هل الجانب الإيماني له دور في ردع الإنسان أكيد أكيد له دور هو يعني خلينا نحكي أنا بسميه الوقاية أو بسميه الحماية أو اللي هي المناعة اللي موجودة إن صح الكلام نعم هي المناعة يعني بتمنعنا من وقوع في الخطأ يعني لما أنت بتكون في مجتمع أو في مكان متاح لك تعمل كل شيء شو اللي بمنعك توطوع في الغلط الوازع الداخلي الوازع الداخلي إن كان إيماني إن كان أخلاقي إن كان قيمي وكلاتها منظومة واحدة على كل حال فبالتالي هذا اللي بمنعك اللي هي المناعة الداخلية الموجودة جواتك ولكن في حال إنعدام هاي الوقاية وهي المناعة اللي موجودة في داخلك فبالتالي راح تصير أنت أكثر بهائمية تتصرف كيفما تحب وكيفما تشاء شو الرادع عند الناس اليوم اللي هي الأخلاق ما فيش أخلاق إن ذهبت الأخلاق ذهبوا كلمة واحدة دكتور ماذا تقول لكل الرجال والإساءة أول شيء يعني وبحكيها لحالي بداية يعني بتحب تسمحها معاي كمان إنه إحنا لازم نخاف الله في بيوتنا وفي زوجاتنا ونرجع نحسسهم بوجودهم أنا بحكي كزوجي الآن أنت الدنيا ما خديتنا بالماكسيمم مش دائما نفترض أنه هاي المرأة اللي أعدى في البيت لازم تتحمل ولازم تفهم كل شيء لحالها على اعتبار أنه هي يعني الجمل الصور سوبر وومن لا هي مش سوبر وومن هي إنسانة هي برضو كيان إلها حق فيجب أن نعود بالتفاتنا لزوجاتنا يعني أختم من كلام الدكتور شادي أبو الكباش المحاضرة في جامعة النجاح قسمع المنفس اتقوا الله في بيوتكم اتقوا الله في زوجاتكم اتقوا الله في أزواجكم هذه التقوة الحقيقية التي لها علاقة في تحصين بيوتكم أيها الرجل أيها المرأة عودوا لبيوتكم زوجتك هي أولى في مشاعرك وزوجك هو أولى في أحاسيسك حينما نوظف المشاعر والأحاسيس بالاتجاه السليم نعمل صيانة نفسية ومشاعرية جماعة الخير ونحمي أبنائنا لأنه في النهاية منحافظ على بيوتنا وكما دائما نتفق مع ضيفنا الدكتور الشادي إنه إذا حسنت الأسرة حسن المجتمع حسنة الأمة ككل وبنائناها البناء الأسلم والأدوام دمتم جميعا بخير ودائما تحياتي لكم أيها الكرام مشاهدين ومشاهدات وفريق العمل وأيضا ضيف الدكتور شايدة بلوكباش كل التحية والاحترام لإلك وكل موجود معنا وفريقنا الرائع والمميز خلف الكاميرات وأيضا مخرجنا الأستاذ كنعان تحياتي لك ولكم كل عام تبخير وسنجديدة وإن شاء الله وإحنا باينين الدولة ومحررين الأقصى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى